من ضمن المسائل المحيرة جداً الأهل كثيري الانتقاد يبقوا الشباب والبنات عايزين يعيشوا عيشة سوية يتعلموا من أهليهم يشوفوا الدنيا بعيون أهليهم يتعلموا من خبرات أهليهم بس أهلي مش مديني فرصة كسروا فيي على طول وهنا أنا عايز أقولك على تصورين تصور أن أهلك يكونوا بينتقدوا فيك وعندهم حق وطريقتهم غلط أو بينتقدوا فيك وعندهمش حق ودول قلة غالبية الأهل اللي بينتقدوا الواقع بيقول لعندهم حق وتجربتهم في الحياة وخبرتهم في الحياة عايزين يسقوها لأولادهم على طبق من دهب ببلاش عشان كده لو افترضنا الافتراض الأول إن واحد مننا أهله بينتقدوا عشان خلق معين أو مش مرتب أولوياته جرب كده إنك تسمع بقلب التلميذ اللي قاعد قدام مع معلمه أنا عارف إن القرب بينك وبين أبوك وأمك شال أنت عارف يقولك الألفة ترفع الكلفة بقاش فيه تكلف وما بقاش فيه الاحترام بتاع أعدادك قدام مديرك وأستاذك بقى فيه نوع من خدنا على أهلنا يعني جرب كده تسمع بقلبك الانتقاد ده وإنت مدرك تماما إن نية أبوك وأمك خالصة ألف في المية لوجه الله إنه يشربك من تجربته وتخيل لو بدأت تسمع مثلا أبوك وهو بيقولك رتب أولوياتك صح وإنت حياتك مهرجلة ما بتذكرش كويس ما بتلعبش رياضك كويس صحتك مش عارف ما بتنامش كويس تخيل كده لو سمعت النصيحة دي وبدأت تنضبط وتبدأ تشوف الإنجازات إنك بايت محترم في مدرستك وفي النادي بتاعك وبايت صحتك زي الفل ما فيش تحت عني كسود من كتر الإرهاق وقلة النوم بس جرب جرب تصدق إنه هما بينصحوا وبينتقد ومعليش ممكن تكون طريقة مش كويسة بس من وراها قلب صادق صدقني تجاربهم دفعوا فيها دم قلبهم وعمرهم بيدوه لك ببلاش ودول أكتر الأهل ودول بنقولهم لو سمحتوا خليكوا حنيينين ويمكن عاملين حلقة عن تربية العيال عشان كده لكن أنا عايز أقول حاجة للصنف التاني الشباب اللي عندهم مشاكل مع أهليهم بينتقدوهم وأهلهم عندهم مش حق أهل بيستخدموا أساليب مش كويسة وعندهم سن التسلط كده وبيعلقوا تعليقات على شكل الولد وخلقة ربنا مثلا تاري على ابنه لما يدايقوا مثلا على سبيل المثال تاري على اختياراته يوصف أنه هو طفل والولد عنده عشرين سنة وخلاص قرر بيخلص كلية يوصف البنت أنها بيرة وميحدش بصص لها عشان طالب منها نتاة مفتح بشكل معانا على المجتمع عشان يجي لها عريس وهي عايزة تبقى النفسية تتجوز هي كمان بس واحدة واحدة ومش تدرجة أنها أرخص نفسي فيحصل نقد شديد من الأهل يكسر وهنا من حسن صحابتك لأهلك أنك أنت ما تسكتش أنك أنت تطلب النوعية دي من النقد التوقف لأن الأهل دول وهم قولانين على فكرة الحياة بقت صعبة وفيها ضغط أن الأهل يبقى شداد على العيال لكن القلة دي من حسن صحابتك ليهم أنك تقولهم مش هينفع كده وهقولك تقولهم إزاي بس أنت عارف برضو هنقول نيتهم حلوة مفيش أهل عايزين يهدوا العيال درجة أن ربنا في القرآن لما قال وإن جا هداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ليه طب فلا تطعهما ويسيب البيت ويمشي اتخانق معهم بيقولك كفر بربنا سبحانه وتعالى قال لك لا ده هما ما يعرفوش غير كده ما يعرفوش غير الشرك والكفر لو يعرفوا إن الدين هو الصح وهم مش عايزين كانوا يقالوا لابنهم خليك أنت مؤمن عشان تخش الجنة حتى لو إحنا بنتكبر على النبي عليه الصلاة والسلام لكن هما ما يعرفوش غير الشرك وعبادة الأصنام وتعودوا على كده من أهليهم فبيربوا يالهم على اللي تربوا عليه فربنا قال له ما تسمعش كلامه في الغلط بس عيش تحت رجليلة إن نيتك ويسه ومش قاصد بيك عذاب أبدا عارف أهلك دول اللي بينتقل وانتقاد يكسرك تعمل معهم إيه؟ هاقترح هيك اقتراح كده مش متوقع جرد تبعت رسالة طويلة من تليفونك على تليفون أبوك تقول له يا أبويا أنا نفسي حس إن أنا راجل في البيت ومش عارف أحس إلا بيك تعرف تبعت رسالة لأمك تقول لها يا أمي صوتك وانت بتشجعيني أجمل بكتير من صوتك وانت بتزعقيني وتشتميني تعرف تبعت جواب تقعد تكتب فيه طول الليل كده ولما تكتب فيه طول الليل وتحطوا على التسريح عندهم يفتحوه يحسوا إيه ده؟ على فكرة العقل لما يشوف بالعين حاجة مكتوبة إدراكوا ليها بيتغير تماما جرب تعمل كده إحنا ما عندناش اختيار إن أبو يا أمي اللي بيهدوا ثقة فيها أطلع فيهم ما عندناش الاختيار ده ما عندناش الاختيار ده وما قدرش أقول لابن أو بنت أبوه بيغلط فيه رد أو عد سيبه أبدا لكن في نفس الوقت أنت من حقك أنك تعيش حاسس أنك أنت لي قيمة جرب تبعت الرسالة الطويلة دي اللي تبث فيها كل مشاعرك أو الجواب ده ويا رب ببركة دعائك يكون لي أثر فإنك أنت أهلك يرجعوا يبثوا فيك الثقة تاني ببركة احترامك لوصية ردنا ببر أهلك شكرا